السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من ألوى مكملين النهاردة هنتكلم عن كيف تزور حقائق وكيف تسيء للتاريخ وللوطن كيف تسيء للعسكرية المصرية كيف تسيء لقاتل الجنود والزباط المصريين ده أو عفوا كيف تحتفي بقاتل الزباط والجنود المصريين مش بتسيء ليه أبدا أنت بتسيء لأبناء الوطن اللي بتحاول تغير فكرهم النهاردة يا جماعة الوضع ببساطة قبل ما نبدأ هنقول ربنا يرحم كل أبناء الوطن المدنيين اللي ماتوا ظلم والزباط والجنود في الشرطة والجيش اللي ماتوا ظلم احنا النهاردة مش جايين نحمل حد دم ولا جايين نحمل حد زنب بس جايين النهاردة زي كل ما بنتكلم بنتكلم عن الحقائق مش أكتر من كده الحقائق اللي بتهمنا قبل ما يهمنا أي فرد وأي حد وابننحص طبعا للشعب لأن زي ما الدستور بيقول كل الدستير المصرية بما فيهم بتعسيس يعني بيقول إن الشعب مصدر السلطات وانحيازنا لازم يكون للسواد الأعظم المية وخمسة مليون مصري الصورة اللي قدام حضراتكو دي بمنطقة البساطة بتحمل في طياتها مدليل ومعاني للأسف سيئة جدا اللي على الشمال بالزيل العسكري هو العقيد أحمد المانسي قائد الكتيبة 103 سعقة بشمال سينة أما اللي جنبه حاطت مربع إيديه فهو أحد مهربين قبيلة الطرابين اسمه سالم أبو لافي مهرب وتاجر مخدرات ومقاول وكان مشهور بأبو العرانيس أبو العرانيس لأنه كان بيتاجر في المخدرات أبو العرانيس لأنه بتاع بانجو بتاع كل الحاجات الممنوعة كان بيتاجر فيها طبعا الراجل ده قبل ما أقول لك هو أتى المين هقول لك إزاي كان بيبتز الدولة يا مبارك يا مبارك حسن راتب عنده مصنع سيراميك في المنطقة هناك في سينة فكان بيدفع لسالم أبو لافي كل شهر مبلغ من المال بعض المصادر القبلية بتقول أنه كان بيوصل لمليون جنيه أنا مش عايزة بالغ ومش عايزة أقول الرقم صحيح ولا غلط ولكن أكتر من مصدر قبل في سينة قالوا وأكدوا حتى من قبيلة الترامين أن سالم أبو لافي أبو لافي كان بياخد فلوس من حسب راتب علشان يحمي المصنع بتاعه اللي موجود في سينة طيب إيه قصة سالم أبو لافي إحنا عارفين قصة المنسي والراجل قدم روحه كما يقال فداء لهذا الوطن وفداء للعسكرية المصرية بس إيه الصورة اللي بتجمع زابط مصري بيقدم على إنه مثال الوطنية والشرف العسكري مع تاجر مخدرات وقاتل زي سالم لافي أنا قلت لك إنه تاجر مخدرات هتقول لي بتقول عليه تاج قاتل ليه هقول لحضرتك بالوصائق بص يا سيد سالم أبو لافي وشريكه اللي اسمه موسى الدلح الاتنين دول قاتل اللي هما طبعا الاتنين اللي بتصوروا دلوقتي على إنهم حاجة كبيرة طبعا الراجل ده مات هو كمان زي المنسي الاتنين دول يا سيد الفاضل المتهمين بقتل النقيب أحمد أسامة معاون مباحث بير العبد وقتل الشرطي سيد غريب إسماعيل وده سنة 2010 ده سنة 2010 وده مش كلامي والصورة اللي قدام حضرتك دي صورة الإرهابي سالم أبو لافي زي ما بيقولوا عليها والاستئناف تتسلم ملف الإرهابي سالم أبو لافي في قتل معاون مباحث بير العبد واخد بالك الكلام ده كانوا بيقولوه سنة 2014 عايز أقولك إن سالم أبو لافي مات يوم 10 مايو 2017 على إيد أحد أو إيد ناس منوئين لهم من القبائل لأن الطرابين عندها مشاكل مع السواركة وغيرهم ودي أمور قبلية بيعرفها أهل سينة طيب تعالوا نشوف مع بعض اليوم السامع قالت إيه عن سالم أبو لافي قالت سلمت النيابة العامة محكمة استئناف اسماعيلية ملف إحالة الإرهابي سالم لافي علي سالم وعشر آخرين لتحويله إلى الجنايات لتحديد موعد محاكمتهم لارتكابهم جرائم قتل النقيب أحمد أسامة حافظ معاون مباحث اسم شرطة بير العبد والشرطي سيد غريب اسماعيل عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل أفراد آخرين من رجال الشرطة عام 2010 الكلام ده مش أنا اللي بقوله ده اللي بيقوله اليوم السابع والنيابة بتقول إنها أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد زي ما حضرتك شايف في البيان أو في المقال أو في الخبر سميه ما شئت اللي نشراه اليوم السابع سيادة العقيد أحمد منسي رحمة الله عليه كان متصور مع سالم لافي ودلوقتي فيه مسلسل اسم اختيار بيقول إن أحمد منسي أحد أهم من ناس في تاريخ العسكرية المصرية أنا مش عارف ليه بس هم بيقولوا كده أحمد منسي مات يوم 7 يوليو 2017 هو أفراد الكتيبة اللي معاه في مربع البرس في رفح كلهم ماتوا سالم أبو لافي مات قابلوا في 10 مايو 2017 لما قتلتوا أو قتل على إيد أفراد من قبائل تانية عندهم مشاكل مع الطرابين الإساءة في إيه؟ الإساءة أن سالم أبو لافي دلوقتي فيه كتيبة بتسميها باسمه واسمها كتيبة الشهيد سالم أبو لافي بتحارب الإرهاب في سيناء كتيبة رمزها واسمها تاجر مخدرات مجرب قتل من أفراد الشرطة المصرية وقتل من أفراد الجيش المصري ودلوقتي فيه كتيبة متسمية باسمه الصورة لسيادة العقيد أنا مش حاضر أقول أي حاجة لأنه الراجل مات رحمة الله عليه ربنا يرحمه ويغفر له ويغفر لنا جميعا لأن لا يجوز على الميت إلا الرحمة عشان إحنا ما بنعرفش نتشفى في الموت لأن دي مش أخلقنا ولا أخلق المسلمين ولا أخلق البناء أدمين عموما يعني الأسوياء سيادة العقيد هنا متصور مع قاتل مجرم أتى الزباط أتى الزابط في الجيش المصري وأتى المعاون شرطة في الجيش المصري يا ترى ليه لما تشوف ده وتسمع السيرة القازرة لسالم أبو لافي وتسمع أن أم العقيد أحمد منسي رفضت يعمله عنه مسلسل يا ترى ليه لما تشوف المسلسل طالع مش بيتشمت في الإسلاميين ولا الإرهابيين إحنا براء من كل الإرهابيين إحنا براء من كل حد بيسيل دم بريء على أرض مصر وفي أي مكان في العالم بس لما تلاقيه طالع يسيء للإسلام يسيء لتقاليد وعادات الشعب المصري وجايب حوار رايحين يقبضوا بقى على شام عشماوي فتطلع مراته تقول لهم الدم حيملى المكان وحنعمل فيكو وجبت الحوار ده منين يا بيتر الأساس بيتر ميمي المخرج جاب الحوار ده منين جبت الحوار في البيوت ده منين أنتوا يا جماعة مأزومين نفسيا أنتوا عندكم مشكلة أنتوا بتمجدوا في قتلة الزباط والجنود والخوانة والمجرمين وجايين تقولوا على الناس اللي بينكم وبينهم خلاف سياسي أنهم مجرمين إيه علاقة هشام عشماوي بجماعة الإخوان المسلمين ده سؤال لو حد يعرف إجابة إيه علاقة هشام عشماوي بجماعة الإخوان المسلمين إيه علاقة النقاب ولا الدأنه ولا الكلام الطيب الجميل اللي الناس بتستخدمه في مصر بالإرهاب محاولة الإساءة لكل ما له علاقة بالدين وبعادات الناس وتقاليدها وبتراصهم ده مردود عليه سالم أبو لافي هو المجرم واللي واقف متصور على معسامي أبو لافي القاتل ما كانش محمد البلتاجي وما كانش خيرة الشاطر اللي واقف متصور معاه في الصورة اللي ورناها لحضراتكم وهتشوفوها تاني هو العقيد أحمد المنسي الله يرحم إنما الكلام بتاع أن المسلسل بيخوف وبيخض لا يا جماعة المسلسل لا بيخوف ولا بيخض المسلسل مسيء سالم أبو لافي عنده مشاكل مع قبائل تاني يضطربين عندهم مشاكل مع السواركة فبيقتلوا بعض الجيش هناك قوات الجيش بتاعتنا للأسف بتقتل في القبائل والناس بتطلع تاخد طار عيالها ولو فيه إرهابيين هناك أنا عايزة فجأك ويقولك إن فيهم زباط من الجيش والشرطة لم يكن هشام عشماوي الوحيد لم يكن معرفش حداك تعرف المعلومة دي ولا لا لم يكن هشام عشماوي في المجموعات الموجودة في سينة الخارجة على القانون اللي بيضربوا الناس إنك يعني زي ما بيتم تصويرهم إنهم إرهابيين وبيقوموا بأفعال بترهب الناس لم يكن هشام عشماوي والحد الوقتي مش هو الوحيد اللي من الجيش والشرطة فيه زباط من الجيش والشرطة موجودين معاه حتى الآن وإحنا بنكلم حضرتك يا سيد الفاضل إحنا شفنا قبل كده مشاهد للقتل في سينة وإزاي بيقتلوا الناس شفنا قبل كده مشاهد اللي بتخلي العمليات المضادة وهي عمليات قتل الأولاد والأطفال القبائل اللي بيتقتل منها ناس بتروح تاخد طارها قبائل مسلحة أكيد بيخش لها سلاح منين من إسرائيل الموضوع معروف يعني وفيه بعضهم بيشتروه وبياخدوه من الجيش معروف والكلام ده مش من النهار ده ولا عشر سنين ولا عشرين سنة فات العرب دايما أو البدو دايما عندهم سلاح لأنهم عايشين في الخالة عايشين في الصحراء في السلاح عشان يحموا نفسهم فلما عيالهم بتتقتل بيروحوا ياخدوا طار عيالهم طيب نرجع لسلم أبو لافي علشان بس تعرف الموضوع مش مش قليل يعني سلم أبو لافي اختطاف واحد وخمسين رجل من رجال الأمن وسط سنة ده حصل قبل كده حصل قبل كده اهو في الفين وتمانية اختطاف واحد وخمسين من رجال الأمن وسط سنة والداخلية يام حبيب العدل قالت انها بيعني بتاخد احتياطات قال لك واختطف البدو فجر اليوم الأربعاء واحد وخمسين فرد أمن ده كان الفين وتمانية يا جماعة ضمنهم ضابط بردبة عقيد عند النقطة ستة وتلاتين وسط سنة وعلم اليوم السابع من مصادر بدوية ان المختطفين بمثابة رهائن وتم ادعم في منطقة وادي العمر دي معقل قبيلة الترابين معقل مين يا جماعة قبيلة الترابين ليه خدوهم وأبضوا عليهم ليه عشان تعرف هي مديرة ازاي في سينة خدوهم هناك لحين تقديم الضباط المسؤولين عن نقطة الأربعة من البدو إلى محاكمة عادلة حيث قتل فجرا مواطن يدعى ربيع أبو سنجر اتين واربعين عام على أيدي القوات الأمن اذا اللي بيحصل هناك هي عمليات من عمليات الثقر من البدو لولادهم اللي بتقتلوا على أيدي القوات المسلحة كانوا بيقولوها بصراحة هتقولنا يا جماعة التاريخ في الفين وتمانية إنما دلوقتي الكارت اللي بيكسب كارت إيه كارت الإرهاب في الفين وتمانية كانوا بيقولوا إن فيه مواطنين بيتقتلوا على أيدي القوات المسلحة فبيتم أخذرها إنما دلوقتي بيقولوا لأ دول إرهابيين طيب قبيلة الترابين هي اللي اختطفتهم زي ما شفنا مع بعض اليوم السابع النائب العام أحال 11 الجنايات بتهم التهريب سلم أبو لافي سلم أبو لافي هرب وعمل مدخل على التليفون مع اليوم السابع وقال لهم حقيقتوا إنه طيب وجميل وكيوب ده الكلام ده في 15 مارس 2014 النائب العام هشام بركات الراحل أحال 11 إرهابي للجنايات بتهمت قتل معاون بير العبد والمستشار الركيب قال المتهمون هاجموا صارت الترحيلات لترهيب الإرهابي سلم أبو لافي يعني سلم أبو لافي ده إرهابي باسم مين؟ أو إرهابي بتوصيف مين؟ بتوصيف اليوم السابع اللي هي الجريدة بتعبر عن المخابرات العسكرية لما لاقي أحمد المنسي متصور معاه ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ عايزك أنت تفكر لما لاقي أحمد المنسي الله يرحمه متصور مع سلم أبو لافي الإرهابي بيتقال إيه؟ طيب 4 يونيو 2010 اليوم السابع ينفرد بالحوار مع الهارب سلم أبو لافي المتهم بقتل نقيب شرطة بسيناء كرمت البدوي هي حياته وأمتلك أسلحة لردع الأمن واستهداف المنشآت الحيوية ولن يستفيد من ذلك إلا إسرائيل دي كلمات سلم أبو لافي من عشر سنين على جريدة اليوم السابع سلم أبو لافي كان بيقولها المصلحة مين؟ وبعد كده اتعاونتم عالم مصلحة مين؟ وبعد ده كله في العقيد أحمد منسي يتصور معاه لمصلحة مين؟ أنا بسأل أنا لا بقول لأحمد وحش ولا أحمد أحمد عند ربه ربنا أضرى به ربنا يرحمه طيب في 2010 تم الحكم عليه السجن المؤبد لسلم أبو لافي وستة من رفاقه من قبيلة الطرابين يوصل الحال دلوقتي إن إحنا عندنا كتيبة اسمها كتيبة الشهيد سلم أبو لافي علشان مجندين فيها أبناء من أبناء البدوء من الطرابين اللي هما بيقولوا عنهم مجرمين أنا مش بعمل طبعا حاشا لله هما اللي قالوا عنهم مش أنا ودلوقتي بيقول لي إن الدنيا الدنيا تمام وسلم أبو لافي ده حلو عسل وجميل سلم أبو لافي على فكرة طلع في فيلم المصلح تعالوا نشوف مع بعض سلم أبو لافي اللي متصور معاه العقيد أحمد منسي بلغني إن المدام تعبانة شوية قلتك أتطمن عليها بنفسه طبعا نزل حلوك فكرة اللي بلغت ضحك عليك نايمة وطي صوتك يا نايمة مع إني كنت جايب لها قالوا إن أحمد عز هنا كان قايم بدور سالم أبو لافي سالم أبو لافي عنده وقابلته عنده قوة وأمور سلاح وقادر على موجهة الوقوف قدام الدولة طيب ناشط حقوقي العقيد أحمد المنسي تعالوا نشوف ناشط الحقوق ليه مش أنا اللي بقول أحمد منسي الله يرحمه عند ربه ربنا أدره وأعلم به ناشط حقوقي في 2017 قال كده العقيد أحمد منسي تربطه علاقات شخصية بتاجر بخضرات في سينة العقيد أحمد منسي تربطه علاقة قوية بتاجر مخضرات في سينة مش هقول لكم بقى سالم أبو لافي عشان أكيد حضراتكم عرفته اسمه سالم أبو لافي قطع طريق الدولي بوسط سينة أعرف أنا هتقولنا الخبر يا جماعة عشان أعرف وزير سابق محبوز الوقت يقال لك عشان قطع طريق سالم أبو لافي هو قدام حضراتكم ده هو ومجموعة مسلحة قبل كده قطعوا الطريق الدولي اللي بيودي المعبر العوجة التجاري وسط سينة وخلافه وخلافه وحاجات كتيرة مش عايزين نفتح الملف ده ومش عايزين نتكلم عن أموات ومش عايزين نجيب سيرة أموات خاصة اللي بيبقوا لابسين الزيل عسكري ولكن يا جماعة انتوا اللي بتضطرون لده لما تلاقي أحمد موسى طالع يقول الاختيار الاختيار بيحبر عن مصر عن كل شهيد وطالع تفكر الناس بالأبض على خيرة الشاطر والأبض على حزم أبو اسماعيل ومحمد البلتاجي ايه الرجولة والبطولة في ده الرجولة والبطولة يا أحمد يا موسى انكوا تحافظوا على روح المدنيين والعسكريين من ولاد مصر ان انتوا تحافظوا على حدود مصر آمنة ان تبقى حدود مصر محدش يخشها غير المصريين البطولة في مسلسل الاختيار احنا عايزين بطولة لمسلسل تاني اسمه تيران وصنفير عرفوا الناس عملتوا ايه تيران وصنفير قولوا للناس بطولاتكم في تيران وصنفير لان اللي هنا متصدر المشهد عسكريين واللي تنازل عن تيران وصنفير عسكريين مش عايزين بس نبص بعين واحدة ونعمل فيها ان احنا مش واخدين بالنا لان تيران وصنفير خيانة عايزين مسلسل يا جماعة من بطولة الأستاذ أمير كرارة وإخراج الأستاذ بيتر ميمي ويقول لنا أمجادهم في تيرانوس